الغصن الأول ما هي مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه هناك مشكلة موجودة هذه المشكلة مشكلة مستعصية لا يعني أنها لا تحل إلا أن الشيعية مع الواقع المحيط به يجعلاني من المشكلة مشكلة مستعصية المشكلة الحقيقية من الآخر في علاقة الشيعي بإمام زمانه إنها مشكلة العقيدة السليمة الشيعة يعانون من خلل في عقائدهم وسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من الآخر من الآخر السبب هو المذهب الطوسي اللعين هذه مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه مشكلته في عقيدته عقيدته ليست سليمة إنني أتحدث عن الواقع الشيعي العام إنهم الذين يقولون نحن شيعة الحجة بن الحسن مشكلتهم في عقيدتهم لأنهم يأخذون العقيدة من مراجع النجف وكربلاء وهؤلاء على المذهب الطوسي وعقيدة المذهب الطوسي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد إنها جماع بين الضلالات والجهالات والإفتراءات كحال الذين حدثتكم عنهم الأشخاص الذين حدثتكم عنهم في الحلقات الماضية أنتم بأنفسكم أدركتم من أنهم يعلمونكم ضلالات وجهالات وأكاذيب وافتراءات وكل ذلك كان بالوثائق والحقائق والدقائق لم يكن افتراء عليهم ولم يكن ظلما له إنها الحقائق بما هي لو سألتموني أين نجد العقيدة السليمة أقول لكم لقد وضعتها لكم في مجموعة حلقات اعرف إمامك من برنامج الخاتمة أتحدث عن خاتمة ملف الكتاب والعترة في برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك تلك هي العقيدة السليمة جمعتها لكم من أصف العيون ومن أنقى المنابع ووضعتها لكم بحسب موازين قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وأحاديثهم المفهمة بتفهيمهم الأمر راجع إليكم إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة فاذهبوا وتحققوا بأنفسكم من ذلك هناك دوامتان دوامتان الشيعي يدور في هاتين الدوامتين وهاتان الدوامتان تشكلان عائقا كبيرا للوصول إلى العقيدة السليمة لأن العقيدة السليمة تحتاج حرية أتحدث عن الحرية الداخلية للإنسان تحتاج حرية للفكر تحتاج أن الإنسان يحترم عقله ولا يبالي بالآخرين مهما قالوا على أي حال هناك دوامتان دوامتان الدوامة الأولى إنا وجدنا آباءنا على دين على عقيدة على أعراف على آداب على ثقافة ونحن نتمسك بها ولا نريد أن نتخلى عن تلك العقيدة الآبائية وعن تلك الثقافة الأجدادية هذا ما ورثناه عن أجدادنا وآبائنا إنها وراثة الضلال إنها وراثة السفاهة إنها وراثة الجهالة أهباؤنا وأجدادنا كانوا حميرا عند المراجع الطوسيين ونحن ورثنا الاستحمار منهم وهذه حقيقة حقيقة يكذبون علينا يضحكون علينا ونحن نصدقهم ونتبعهم ونقدسهم ونرى أنهم أعلموا الناس وهم بغالهم وهم أباعر لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وقد عردت بين أيديكم في مجموعة حلقات حوزة الحمير عردت الكثير من الحقائق الواضحة هذه الدوامة الأولى ولا أريد أن أقف عندها طويلا إنما سأقف عند الدوامة الثانية لأنها هي الأخطر إذن مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه تتلخص في هذه النقطة في العقيدة السليمة فالشيعة ما هم على عقيدة سليمة الشيعة في دوامتين في دوامة ما وجدوا عليه آباءهم الدوامة الثانية هي دوامة الرئاسة لأن الشيعية إما أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة مهووسا بالرئاسة قطعا الرئاسة الدينية أخطر من الرئاسة الدنيوية وهي أوسخ بكثير وأقضر وأنجس من الرئاسة الدنيوية وهناك من يريد أن يجمع بين الاثنتين بين الرئاستين بين رئاسة الدين ورئاسة الدنيا فالشيعي إما أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة وإما أن يكون مهووسا بتخديس الرئاسة فإما أن يكون طالبا للرئاسة وإما أن يكون مرؤوسا مهووسا بعبادة الرئاسة وهذه الدوامة هي التي تحول فيما بين الشيعي وبين إدراك الحقائق أخطر شيء على دين الإنسان هذه الدوامة إنها دوامة الرئاسة فطالب الرئاسة هالك هالك لا مجال للنقاش في هذا الموضوع هالك هالك وطالب الرئاسة الدينية هو أكثر هلاكا من طالب الرئاسة الدنيوية وهذا يجر معه في ذيل نعاله يجر معه أولئك الذين يقدسونه ويقدسون رئاسته ويصنعون منه عجلا يعبدونه إذا ما سقط الشيعي وتهاوى في هذه الدوامة فليس له من نجاة وليس له من خلاص يا أيها الشيعي مشكلتك في علاقتك مع إمام زمانك في العقيدة السليمة إذا كنت تدور في هاتين الدوامتين فلن تصل إليها عليك أن تخرج نفسك من هاتين الدوامتين من دوامة تقليد الآباء والأجداد في الدين والعقيدة ومن دوامة الرئاسة إذا كنت طالباً للرئاسة فحاول أن تنظف نفسك من هذا الموضوع وإن لم تكن طالباً للرئاسة وكنت في المرؤوسين كنت تقدس الرؤساء خلص نفسك من هذه القذارة التي لا تنتفع منها شيئاً الذي يطلب الرئاسة ربما ينتفع شيئاً دنيوياً وكثيرون يطلبون الرئاسة ولا يحصلونها وإنما يحصلون أضرار طلب الرئاسة الكتاب الذي بين يدي الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمائة وثلاثة عشر باب طلب الرئاسة سأقرأ بعضاً من الأحاديث الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلات عن أبي الحسني عن موسى بن جعفر صلوات الله عليه أنه ذكر رجلاً فقال إنه يحب الرئاسة فقال ما ذئباني ضاريان في غنم الذئب الضاري هو الذئب المتوحش المفترس الجائع ما ذئباني ما ذئباني ضارياني في غنم قد تفرق رعاؤها ليس فيها من راع قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة والله ما وجدت في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها من خطر بعد عداوة أهل البيت ما وجدت في أحاديثهم من خطر كخطر الرئاسة بعد عداوة أهل البيت الخطر الأول عداوة أهل البيت والخطر الثاني الرئاسة الرئاسة مهلكة مهلكة محرقة للدين إنها تدمر تدمر منافذ المعرفة عند الإنسان قد يحصل الإنسان على المعلومات لكنها لن تصل إلى مستوى المعرفة لأن المعرفة شيء ولأن العلم شيء آخر والذي ينفع الإنسان في دينه ما هو في مستوى المعرفة وليس ما هو في مستوى العلم ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه قاعدة لا تختلف ولا تتخلف إذا كان هناك من قول من أنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ ما من قاعدة إلا ولها استثناءات فهذه القاعدة ليس فيها من شواذ وليس لها استثناءات هذه القاعدة تتطبق وتصدق في جميع الأحوال في جميع الأزمنة والأمكنة والأشخاص هذه القاعدة من طلب الرئاسة هلك هلك من طلب الرئاسة هلك هذا لا يعني أنه لا يكون هناك رؤساء لكن لا بد أن تكون الرئاسة من منافذها الصحيح وأنا لا أريد أن أخوض في الحديث عن كل صغيرة وكبيرة كلامي في الغصن الأول عن مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه وشخصت هذا إنها العقيدة السليمة وما دام الشيعي في هاتين الدوامتين في دوامة التمسك بتقاليد الآباء والأجداد وما دام واقعا في هاويه دوامة الرئاسة أكان طالبا للرئاسة أم كان مصنما للرؤساء لن يصل إلى العقيدة السليمة من طلب الرئاسة هلك هذا كلام لا نقاش فيه والرئاسة بالدرجة الأولى التي يتحدث عنها إمامنا الصادق الرئاسة الدينية الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن مسكان قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك فوالله فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك قطعا كل مجموعة إذا ما سمعت هذا الكلام ستخرج نفسها لأنها تتبع رئيسا لا ينطبق عليه هذا الحديث هذا الكلام ينطبق على كل أصحاب العمائم على أصحاب العمائم الكبيرة والصغيرة هذه العمامة العباسية الإبليسية البترية التي توضع على الرؤوس فيها فيروس الرئاسة ما إن يضعها المعمم على رأسه إلا ويصاب بفيروس الرئاسة حتى وإن كان لا يظهر ذلك إنه يبحث عن الرئاسة التي هو يريدها إنه يريد رئاسة على حسينية صغيرة إذا كانت همته محدودة إنه يريد رئاسة على مؤسسة دينية معينة إنه يريد رئاسة على حزب ديني سياسي إنه وإنه حتى نصل إلى المرجع الأعلى إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله الإمام هو الذي يقول فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك وهذا هو الذي نشاهده بأم أعيننا الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ملعون من ترأس ملعون هذا ينطبق على جميع المحممين من دون استثناء ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها من ترأس من باشر الرئاسة لكن الإمام يقول أيضا ملعون من هم بها من بدأ يشتغل لأجلها ثم ماذا يقول ملعون من حدث بها نفسه من حدث بها نفسه إنه مجرد حديث نفس ومع ذلك فإن الإمام يلعنه لماذا كي يبين لنا خطورة هذا المراض الشيعة دمرت بسبب هذه الدوامة فالشيعة إما أن يكون الشيعي طالبا للرئاسة هذا الذي يريد أن يترأس على هيئة حسينية مطامع الناس تختلف بحسبهم ومطامحهم تختلف هناك من غاية طموحه أن يكون مسؤولا على قدور الطبخ في حسينية صغيرة ربما لا يوجد فيها لا يوجد فيها أكثر من ثلاثة قدور يريد أن يترأس على هذه القدور وهناك من يريد أن يكون زعيما أوحدا على كؤوس الشاي يريد يصير رئيس وزعيم على القور والكيتلي والاستكانات ما هي الزعامة تختلف باختلاف همم الناس ملعون من ترأس مشكلة الحسينيات أين في هذه القضية مشكلة الأحزاب الشيعية أين في هذه القضية مشكلة المرجعية أين في هذه القضية مشكلة المعممين في أية مؤسسة دينية في أي مسجد في أية حسينية ما هي في هذه القضية مشكلة المعممين في قرية واحدة أو في مدينة واحدة أو في جهة واحدة من الأرض هي هذه هي هذه والناس يصطفون خلف هذا ويصطفون خلف ذاك ويضيعون في هذه الدوهمة ويذهبون بعيدا بعيدا عن إمام زمانهم ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها من هم بالرئاسة وبدأ يعمل لأجلها ملعون ملعون من حدث بها نفسه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول أترى لا أعرف خياركم من شراركم ماذا تعتقدون إنني أعرف خياركم وأعرف شراركم أترى أترى يا أيها الشيعي أترى لا أعرف خياركم من شراركم بل لا والله وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه أن يوطأ عقبه ما تقدم الكلام قبل قليل عنه فوالله ما خفقت النعال الذين يخفق النعال خلفه فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي والمصاديق مرت علينا المصاديق مرت علينا يكذبون يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله وآل رسول الله كي يترأسوا عليكم وأنتم يا شيعة بين حالتين إما أن تكونوا طلابا للرئاسة وإما أن تكونوا مرؤوسين تصنمون رؤساءكم وهذه دوامة تعول فيما بينكم وبين معرفة العقيدة السليمة لأنكم ستأخذون عقيدتكم من هؤلاء الرؤساء وستجعلون دينكم رهينة بسبب ولائكم لهؤلاء الرؤساء أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا فمشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه في العقيدة السليمة والذي يحول فيما بين الشيعي والوصول إلى العقيدة السليمة أنه يخوض في دوامتين إحداهما ترتبط بالأخرى الدوامة الأولى الثبات على دين الآباء والأجداد وجزع من هذا الثبات أننا نقع في دوامة ثانية وهي الدوامة الأخطر والأقدر دوامة الرئاسة فإما أن نكون من طلابها وإما أن نكون من المرؤوسين الذين يصنمون رؤساءه إذا كان الشيعي محبوسا في هاتين الدوامتين مستحيل 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 أن يصل إلى العقيدة السليمة لأن العقيدة السليمة تحتاج إنسانا حرا الحسين رفع هذا الشعار في كربلاء ألا حر ألا حر ألا حر إنه سيد الأحرار ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها إنه يتحدث عن الدنيا وشؤونها وأول نقطة في شؤون الدنيا الرئاسة ألا حر ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان وبقايا الطعام بين الأسنان إذا ما تركت فإنها ستتعفن وتكون رائحتها أخبثة وأقبحة من رائحة الغاءط هذه هي اللماضة التي يسعى الجميع إليها ما بين رئيس ومرؤوس الرئيس هو الذي ينتفع منها وأما المرؤوس فإنه يأتي في ذيول حواش أحذية الرؤساء الخطر الخطر في الرئاسة الدينية والخطر بالنسبة للمرؤوسين حينما يكونون مرؤوسين في أجواء الرئاسة الدينية لأن الرئاسة الدينية نجاسة نجاسة بتمام معنى الكلمة معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثانية والسبعين بعد المائتين الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إياك والرئاسة الإمام يقول لأبي حمزة وهذا القول ليس مختصا بأبي حمزة هذا القول لي ولكم لنا جميعا إياك والرئاسة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال إياك أن تكون مرؤوسا تصنم الرئاسة ويحول هذا فيما بينك وبين العقيدة السليمة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها أنني أطلبها أطلب الرئاسة فقد عرفتها فأنت تنهاني عن ذلك وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثة ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال فأكثر فأكثر الذي عندي من ديني ومن علمي أخذته من خلالي أنني تعلمت من هؤلاء وحينما أتعلم منهم فلا بد أن أطأ أعقابهم فقال فقال إمامنا صادق ليس حيث تذهب أنا لا أقول لك عليك أن تترك طلب العلم ومعرفة الدين من خلال المختصين بهذا الأمر وشيء طبيعي لا بد أن تطع أعقابهم لأنك تتعلم منهم ليس حيث تذهب أنا لا أتحدث عن هذا إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال ولذلك دائما أقول لكم وأنا أقولها ليست للمجاملة وليست للإعلام وليست للاستهلاك المؤقت والله هذه حقيقة أحملها في داخلي دائما أقول لكم إنني لا أدعوكم أن تتبعوني ولا أدعوكم أن تصدقوني وإنما أدعوكم أن تحترموا عقولكم وأن تنظروا في الذي أنقله إليكم وأن تصلوا إلى النتيجة بأنفسكم لا علاقة لكم بي أكنت صالحا أم كنت طالحا هذا لا يؤثر عليكم لا ينفعكم ولا يضركم الذي ينفعكم والذي يضركم ما تسمعونه مني فعليكم أن تدقق النظر فيه أما أنا فلا علاقة لي بكم وأنا هنا أضرب مثالا أنا لا أريد أن أحدثكم عن نفسي إنما أضرب لكم مثالا إياك والرئاسة يا أبا حمزة إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثة ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال فقال ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال في المضمون نفسه وفي المصدر نفسه وبسند الصدوق عن سفيان بن خالد قال قال أبو عبد الله أصادق صلوات الله عليه يا سفيان يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك هذه القاعدة ليس فيها استثناء فما طلبها أحد إلا هلك يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا إذ ليس أحد من إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب إليه إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله هذا هو الذي قصدته من الرئاسة أن يكون الشعي طالبا لها أو أن يكون مرؤوسا مرؤوسا يصنم الرؤساء يلتصق بهم ويأخذ دينه منهم ويدعو الناس إليهم هذه الدوامة هي أخطر دوامة على الشعي وإذا وقع الشعي فيها وما خرج منها فمصيره إلى البوار مصيره إلى الهلاك نذهب إلى فاصل غيبة الطوسي إنه محمد بن الحسن الطوسي إمام المذهب الطوسي الذي أسسه سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة عبر حوزة النجف الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثامنة والأربعين بعد المئتين ينقل الطوسي كلاما عن الشالمغاني الذي كان من كبار مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى وكانت الشيعة تعمل برسالته العملية إنه كتاب التكليف بأمر من السفراء الخاصين وبعد ذلك ضل هذا الرجل وضلاله بسبب الرئاسة لأنه طلب الرئاسة الدينية طلب الرئاسة الدينية من غير أبوابها الصحيحة هو يقول الشالمغاني يقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر يتحدث عن مراجع الشيعة عن علماء الشيعة زمان الغيبة الأولى لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجية هذا هو كتاب الطوسي وهو الذي ينقل هذا الكلام ينقله عن الشالمغاني الذي لعنه إمام زماننا بعد ذلك فهو يسجل هذه الحقيقة وهذه حقيقة هذه حقيقة في أوساط مراجع الشيعة منذ أن كانوا وإلى هذه اللحظة يتهارشون كالكلاب على المرجعية كالكلاب وبطريقة وبطريقة هي أسوأ أسوأ من تهارش الكلاب هذا أحدهم ومن كبار المراجع لقد كنا نتهارش على هذا الأمر على الرئاسة الدينية كما تتهارش الكلاب على الجياث فهنيئا فهنيئا للشيعة بكلابهم وبجي في كلابهم عقائدكم تصل إليكم من خلال هذه الجياث التي يتهارشون عليها تهارش الكلاب هذا المضمون تلخصه كلمة كلمة لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أقتطفها من حديث طويل إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة منشورات ذوي القربة إنها طبعة الأولى قموا المقدسة هذا الحديث يبدأ في الصفحة الرابعة والثلاثين إنه الحديث السابع والعشرون أقرأ بعض كلماته التي ترتبط بما أتحدث عنه إمامنا السجاد يقول فإن في الناس فإن في الناس يتحدث عن الشيعة ويتحدث عن رجال الدين الرواية كلها حول رجال الدين حول أصحاب العمائم فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا هؤلاء الذين يظهرون التزهد من أنهم زهاد في ملبسهم في مطعمهم في مشربهم في مسكنهم في منامهم ليس لله وإنما لأجل أن يذيع صيتهم وبعد ذلك يصلون إلى الرئاسة الدينية ألا لعنة الله عليهم هكذا ضللونا هكذا ضحكوا علينا منذ أيام الطوسي المشؤوم وإلى هذه اللحظة هكذا يضحكون علينا فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة إنها الرئاسة الدينية الباطلة إنها باطلة لأنها لا تأخذ شرعيتها من دين العترة الطاهرة وإنما تأخذ شرعيتها من المذهب الطوسي اللعين فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع لا يتنعم بالأموال ولا بشؤون الدنيا وإنما يظهر الزهد والتزهد فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة وهذا الصنف من الناس وهم المراجع الكبار مراجع الشيعة الكبار هذا هو حاله هؤلاء تتحول الرئاسة عندهم إلى رب ونبي وإمام ودين وتشريع فلا علاقة لهم لا بالله ولا برسوله ولا بآل رسوله ولا بالدين أصلا يظهرون للناس هذا ولكنهم في الكواليس يعبدون الشيطان ويسجدون للشيطان لأجل أن يحافظوا على رئاستهم يعملون كل شيء لا يوجد هناك من شيء ممنوع أو محرم إذا كان يوصل إلى الرئاسة أو إذا كان يحافظ على الرئاسة إذا كانوا قد وصلوا إليها أو إذا كان يكون سببا لتوريث الرئاسة إلى أولادهم وأحفادهم هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ أن أسسها الطوسي اللحين حيث انتقلت المرجعية منه إلى ولده ذلك الغبي ذلك الأثول ذلك الشيطان ذلك الحمار وبقي مرجعا لشيعة ما يقرب من ستين عاما ومن بعده انتقلت المرجعية لولده لولد هذا الحمار لحفيد الطوسي ومن بعده انتقلت المرجعية لسبط الطوسي لحفيده من بنته التي زوجها حينما وصل إلى النجف زوجها من المشرف على الحضرة العلوية البويهيون هم الذين نصبوا فزوج الطوسي ابنته من ذلك الرجل فسبطه حفيده من بنته هذا صار مرجعا لشيعة بعد موت حفيده من ابنه الجاهل الحمار الذي صار مرجعا لشيعة لمدة ستين عاما ما يقرب من ستين عاما فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة لأن الرئاسة أصبحت ربا له ونبيا وإماما ودينا وتشريعا وهو لا يعرف شيئا غير الوصول إلى الرئاسة وغير التمسك بها وغير المحافظة عليها وغير الانتفاع منها إلى أبعد الحدود وغير توريثها لأولاده وأحفاده من بعده ونحن شاهدنا هذا مات الحكيم وانتقلت الأموال وراثة إلى أولاده مات الخوئ وانتقلت الأموال وراثة إلى أولاده وسيموت السستاني والأمر هو هو والحكاية هي هي والجميع هكذا الجميع هكذا الذين يرتبطون بهذه الأجواء مستحيل مستحيل أن يدرك العقيدة السليمة هذه مشكلة الشيعي في علاقته مع إمام زمانه مشكلة الشيعي في إدراك العقيدة السليمة ومدام يتخبط ويدور في هاتين الدوامتين في دوامة دين الآباء والأجداد وتقاليدهم وثقافتهم وفي دوامة الرئاسة أكان مهووسا بطلبها أم كان مهووسا بتصنيم الرؤساء هذه حكايتنا من الأول إلى الآخر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر